الليلة مع نديم تنظيم الإخوان يعلن التعبئة العامة لنصرة القدس وهل تريد إيران فعلا التوصل إلى الاتفاق النووي كيف برأي يكون عم تتصرف الحكومات والدول بوجه التصعيد في مسجد الأقصى واللي بلش يتمدد باتجاه غزة كمان رجال القدس الشريف بيكفحوا وينفحوا ويدفعوا عن شرف الأمة عندك مثلا آلاف الصهينة وهم بيتزحموا عندنا في سينة حوالي 5000 واحد الصهينة عايزين يدخلوا مصر آلاف طوابير المئات والآلاف من الصهينة وهيدخلوا مصر بينما أهلنا بيتضربوا في القدس وفي بيت المقدس وفي المسجد الأقصى لأوا يارات بالسياح إسرائيليين أبو الصوس يارات بالسياح ممكن واحد يقل لك ساعتها يا أخي هو المدنيين شو خصن بالتطورات بالأقصى بس ما هي مش وقفة على السياح ما وقفت على السياح الإسرائيليين جيش مصر يرعى احتفالات الصهينة عندك في مصر إحنا بنعمل احتفالات بنعمل مهرجانات الصهينة داخل فنادق واحد هذه الفنادق تابع للجيش الحفل الإسرائيلي اللي في فندق الجيش الجيش المصري لم يهتز لها الجفن ويطرع احتفالات الصهينة إنما كويس أبو الصوس اللي فيه إعلام الإخوان وفيه الإخوان اللي حتى لتضل بصيرتنا مفتحة شكر خاص لفندق توليب اللي هو بتدير القوات المسلحة لما عارب بهذا الحجم من الغضب الشعبي والاستياب المصريين أنه لغى حجز هذه الفقه مشكورة إدارة فندق توليب الإدارة العسكرية أنها قامت بإلغاء الحفل شكراً لإدارة فندق توليب التابع لقوات المسلحة على استجابة المصريين وإلغاء الحفل الصيوني شكراً شكراً للجيش البطل العربي المناضل الشريف اللي بس من نص ساعة كان جيش متآمر ومتزحفة ومنبطح لإسرائيل إعلام الإخوان عمل حملة ضد الجيش وإذ الجيش الذي يدير شبكة فنادق والشبكة اللي ذكرها ألغى الاحتفالات الإسرائيلية بعيد الفصح اليهودي ألغيها احتجاجاً على ما يحصل في الأقصى طبعاً في مين رح يقول أنه حملة الإخوان أدت إلى تغيير الموقف ليه؟ لأن الإخوان وطنيين والنظام المصري الحالي خائن طبعاً الحملة طالت كل أركان النظام الرئيس السيسي الجيش والحكومة بينما الخارجية حتى ما طلعتش بيانة على ما يحدث في القدس الشريف فضيحة فضيحة أبو السوس لما الخارجية المصرية لا تجرؤ على أصدار بيان يدين ما يحدث في الأقصى دي تبقى نهاية العالم نهاية الكرامة بيان بياني يا أخي بيان أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض له الفلسطيني من في بحات المسجد الأقصى وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين وسمح لهم بأداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى الذي يعد وقفاً إسلامياً خالصاً كما جددت مصر تأكيد على رفض العنف والتحريط بكفة أشكاله بما في ذلك الدعوات المطالبة باقتحام المسجد الأقصى المبارك محذرة من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة تسمعني كده الشاب لكيوت المتنرفز من غياب البيانات المصرية بينما الخارجية حتى ما طلعتش بيان على ما يحدث في القدس الشريف طب اهدى بس اهدى 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 وصلي على النبي وشوف البيان واتمعاً بالمفردات اللي طلعت وقولي لو على مزاجك أو لا أول ما بيحصل أي تطور يبدأ الإخوان باللطم واللوم والصراق وإعلاق الصوت أين الرئاسة أين الخارجية فين الجيش ولما هيد المؤسسات تعمل خطوات أو تاخد إجراءات بقى لك لأولا حملتي ولأولا ضغطي ولأولا صوتي طب اهدى كده بس اهدى كده يا روح ماما وقولي لما انت حكمت عملت ايه بموضوع إسرائيل فضل تنظيم الإخوان عندما حكم مصر يا روح ماما وبلسان خيرة الشاطر يا روح ماما كان مهتم بمصالح إسرائيل وحريص على مصالح إسرائيل وقال لك اتصلنا بخلد مشعل وقلنا له طلع بيان أن فلسطين لا تحتاج إلى تدخل المصريين هذا كلام خيرة الشاطر اللي بيسمع الإخوان عاملين حملة على مصر بسبب أحداث الأقصى والتصعيد بغزة بيقول أنه تركيا تركيا اللي كانت ترعاهن لفترة طويلة ويعني فتحت لهم وأموال وأعلام وسياسة ومنابر هذه التركيا اللي بيسمعون اليوم بيقول أنها تعد الجيوش لفتح القدس أدانا حزب العضالة والتنمية التركية في بين الله الهجمات التي تشنها إسرائيل على المسلمين في المسجد الأقصى ما أدى إلى إصابة المئات منهم كما وأدانا البيان بشدة حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها قوات الاحتلال في صفوف المصلين بحسب بيان الحزب فإن الهجوم يزيد ويعمق جو العداء والفوضى في العالم كما وأضاف البيان بأن العالم والإنسانية يحتاجون اليوم إلى السلام والعدل والعدالة أكثر من أي وقت مضى بيان 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 طبعا لم يسمع إعلام الإخوان بالبيان التركي أو ما لقوا فيه ما يستأهل الانتقاد هول نفسهم اللي استخدمتهم أنقرة سنوات طويلة لضرب دول الاعتدال العربي استضافتهم حمتهم فتحتهم منابر إعلامية هول نفسهم اللي هجمين اليوم على مصر ما لقوا ببيان الإيدان التركي ما يستحق التعليق ولا طالبوا تركيا بقطع العلاقات المستجدة مع إسرائيل والأهم من هيك ما يبدو أنه نسمعوا التفسير التركي لهذه العلاقات أردوغان يقول علاقتنا مع إسرائيل للدفاع عن القضية الفلسطينية صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن علاقات أنقرة مع إسرائيل هي للدفاع عن القضية الفلسطينية وقال أردوغان من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل وأضاف الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر بحسب الإخوان العلاقات التركية الإسرائيلية مفيدة لفلسطين لأنوا وفقوا على البيان ما سمعناه نزعلوا، نتفضوا، نتقدوا أبدا ما اعتبرين الموقف العلاقات التركية الإسرائيلية وصفة دواء، علاج بس العلاقات المصرية الإسرائيلية لا 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 لازم تنتهي وتتوقف فورا فين الجيش هل نفسه اللي خيرت الشاطر باسمه نقال مصالح إسرائيل على الراس وعالعين هل فعلا إيران بدأ توصل لاتفاق نووي أم أنه إيران عم تستعمل المفاوضات النووية لتحقيق أمرين التعبئة في الداخل الإيراني إهانة أمريكا على المسرح الدولي لاكتساب موقع معنوي في العلاقات الدولية موضوع مهم بيستاهل كلام جد موقع The Washington Free Bacon نشر تقريرا أشار إلى أن إدارة بايدن بصدد رفع تصنيف الإرهاب عن الحرس الثورية والتعويض بذلك عبر إضافة فيلق القدس وحده إلى قائمة الإرهاب الأمريكية المقترح الجديد تم تداوله مؤخرا في الكونغرس الأمريكي التقديرات التي تم تداولها تشير إلى إسقاط العقوبات عن حوالي 80 ألف إلى 180 ألف من الحرس فيما ستشمل فقط فيلق القدس المكون من 20 ألف مقاتل إذا وصلت إيران إلى اتفاق نووي أو لم تصل فيه بتعتبر أنه لحد هلأ حققت أو سددت ضربات وإهانات كبيرة لأمريكا واحد خلت أمريكا ما تكون قاعدة على الطاولة أنه أمريكا بغرفة تانية اثنين عم تجبر أمريكا أنه تبحث برفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب على الرغم وهذه نقطة كتير مهمة على الرغم من أنه الحرس الثوري والعقوبات عليه غير مرتبطة بالملف النووي ما إلي علاقة يعني إيران عم تقول أنا بس بحكي بالنووي وأضيف البنود التي تناسبني من خارج النووي وأمريكا ماشي معها كل أسبوع أو أسبوعين فيه تطور جديد له علاقة بالحرس الثوري لا أمريكا عارفة تحصم عدم رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب ولا عارفة تقدم طرح متماسك أنه لا لازم ترفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب لا هاي ولا هاي هذا الارتباك الأمريكي هذا التذبذب في الموقف من موضوع مهم بيعني أمريكا وبيعني حلفاء هو إنجاز بالنسبة لإيران إنجاز بالنسبة لإيران لأنه عم تظهر أمريكا بهذا المستوى من الارتباك والضعف المفارقة أنه فيما واشنطن تتساهل مع الحرس الثوري فيه أصوات إيرانية من قلب الثورة من قلب النظام عنده رأي مختلف تماما فعلا مفارقة عجيبة أنه الناس اللي متأثرة بالحرس الثوري بسلوكه بسياساته بمواقفه بخطوات اللي بياخدها بالداخل الإيراني وخارج إيران هاي دي الناس عم بتأكد على الطبيعة العدوانية لهذه المجموعة في حين واشنطن تسعى إلى رضا هذه المجموعة واستخدام هذه المجموعة بكل الطرق هاجمت فائزة هاشمي رفسنجاني نشطة لاسياسية الإيرانية وابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني الحرس الثوري الإيراني على خلفية استهداف محافظة أربيل العرقية بحزمة من الصواريخ وقالت فائزة رفسنجاني أن أنشطة الحرس الثوري تتسع يوما بعد يوما ولذلك ربما تكون العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لإرغام الحرس على العودة إلى معسكراته وختمت رفسنجاني قائلة أن لا أرى نشطة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب مفيد للشعب الإيراني لأن دوره سلبي وليس في صالح إيران ولابدان يتوقف يوما ما فائزة رفسنجاني مش معلقة غربية أو بتشتغل بثينك تانك في واشنطن أو من أركان المعارضة لنظام الثورة أبدا فائزة رفسنجاني هي بنت الثورة بنت النظام بنت أحد كبار رجالات النظام الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني وصلت تقول أن الحرس الثوري مأساة للشعب الإيراني أن الاتفاق لا يخدم مصالح إيران تحديدا لأنه يخدم مصالح الحرس الثوري بالمقابل واشنطن وتحديدا روبرت مالي عم بيشوفوا كيف يخدموا الحرس الثوري الإيراني طبعا الممانعة الأمريكية لهذا الأمر كتير كبير عدد الديمقراطيين يلي عم يتحولوا إلى معارضين الاتفاق عم يزيد الجمهوريين أصلا حدث ولا حرج وبالتالي في صعوبات كتير كبيرة أمام الإدارة الأمريكية أن تمضي قدما بهذا الاتفاق وهون السؤال إذا إيران مش قادرة تحصل على ضمانات اقتصادية أن العقوبات لن تعود وتطبق عليها مثل ما حصل بالمرة الماضية وإذا ما عنده ضمانات أن هذا الاتفاق إذا وقعته اليوم وإجت إدارة جديدة ما بتطلع منه طيب ليه مكمل إيران بالمفاوضات إيران عم تقول إذا تحققت مطالب القصوى حرس وعقوبات ودني عال بيكون نعمة كريم بيكون إنجاز كبير وبيكون انتصار للحرس الثوري الإيراني ويعطي الحرس المزيد من القوة والهيمنة على النظام السياسي اثنين إذا ما مش الحال إذا ما تحقق أو ما مضى الاتفاق بتكون إيران عم بتقول لدول المنطقة للقوميين لليساريين للإسلاميين لكل هذه التيارات بالمنطقة أنا زعيمتكن أنا الدولة التي تقف في وجه الغطرسة الأمريكية في حين الآخرين حكومات تابعة وضعيفة يعني بتكون عم تستعمل كل المفاوضات للتعبئة ضد أنظمة الاعتدال العربي إيران مستمرة بالتفاوض لأنه بتعتبر إذا وصلت للاتفاق مكسب وإذا ما وصلت للاتفاق كمان في مكاسب أما اللي عم ينلعب فيه بكل هاللعبة فهو السذاجة الأمريكية الاستثنائية التي تتمتع بها هذه الإدارة نهاية الحلقة تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر